إلى الأبراج أنه هيدا ميدان ماجي فرح الأبراج كنت عم تحكي أنه في عصر الدلو اللي نحن فيتين فيه شو هي الأبراج اللي رح تتأثر مباشرة بعصر الدلو هي أربع أبراج لح تكون هي بالسنة بقلب إذا بدك التغيير يلي هي الثور الأسد العقرب والدلو يلي بشكله بين بعضهم مربع إذا بتاخد السر بتشوف أنه الدلو هون الأسد هون العقرب الأسد أسد والعقرب والدلو بيعملوا أربعة كسكوير إذا بتاخد نقطة مربع مربع بين كل برش الرابع هني مؤثرين جدا بتغيير وانقلابات حتى بحياتهم بهالسن طبعا مع التفاصيل مثل ما قالتلك تفاصيل الكتاب كتير كبيرة اليوم ما رح نحكي عنهم هيدا لرأس السنة توقعات لكل الأبراج طبعا بس الكتاب صار بالأسواق يلي بدي يسبق بيقرأ قبل كل الناس أو بيخطو كمان على الابليكيشن بيادروا يشتروه بالعالم كله بالعالم بيحبو يعرفوا وينه أو في طلبوه من لبنان في مواقع تنطلب من لبنان يخطو الكتاب إلى الخارج مع أنه هالمرة كتير كبير الكتاب طلع كتير كبير معرفت ليه ما حبيت شيل منه مع أنه كتير 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 كان في شغل هيدا أكبر كتاب من بين كتب السابقة؟ أكبر كتاب 648 صفحة تقريبا قدمته بالمؤدمة للاستاذ دلال أبو غزيلي لألو يلي قدمت له الإهداء بالكتاب ولأن كان عندي مؤابلة معه وتأثرت بيلي عم بيقوله والكتاب إذا بدك بيحوي عن كده المواضيع في أربعة عبدون يرتاحوا من بلوتون كانوا صار لهم عشرين سنة تقريبا بلوتون عندهم هني الجدي الميزان الحمل والسرطان هيدول الأبراج في عندهم كمان إذا بدك نوع من الارتياح من معاكسة البلوتون لألون بالجدي هي اللي كانت قوية بعض الأوقات ومش قوية بأوقات تانية الأبراج بدأت تستفيد من دخول عصر الدلو هني الميزان والجوزاء لحيستفيدوا من دخول عصر الدلو طبعا وعندك طبعا في عندك سنة فيك كتير تحديات الأسد والعقرب ولو إنه بيطلعوا منا كتير منتصرين مين أكتر أبراج منيحة مين أكتر أبراج أقل منشوفها هيدبي طبعا أول السنة واللي أخذ كتاب سبقنا كلنا بدي أسكر الشغلي أنا قبل ما فوت على قناة الجديد أنت توقع تيلي وقتها كان فيه اتصال بينتنا وقلتيلي نطور بواحد أيار اتصال وفعليا الصبح بواحد أيار صار فيه صار بذات النهار إيه أكيد فاليوم لبرج العزراء شوفينا نطمنون نحزرون لا منيح العزراء بالعكس العزراء ما عندهم معاكسة فلاكية أبدا ما بيتأثروا بالميزان؟ بتأثروا بالميزان لا الميزان برج هوائي هنا برج ترابي هنا يعني خلقان بآخر شهر العزراء؟ ايه كل واحد خلقان بآخر الشهر أو أول الشهر بتأثر بالقبل والبعده خاصة بثلاثة أيام بين البرجين بيكون دبل ما بيكون مثلا يلي خلقان أنا مثلا خلقاني بأيلول بسبتمبر إلي بتأثر كمان بالعزراء عندي قصص من العزراء بيخدها من شهر العزراء من أيلول كل واحد خلقان بشهر مش هو يعني أول ديكون أول أيام من البرج بتأثر بالبرج القبله يلي خلقان بآخر أيام من البرج بتأثر كمان بالبرج البعده يعني هذا الشي بكرة شي مرة بدي أعملون لحاله ونكتاب لحاله ونكتاب لحاله لازم تقولهم اشتركوا باليوتيوب اشتركوا باليوتيوب اشتركوا باليوتيوب في ملايين عم بيفوتوا في عنده مشتركين كتار فوق المليون واربعمية مليون وخمسمية بس كمان الاشتراك كثير من منيح انه يشتركوا بسيدي جيون كل مرة شوفوا في شي جديد يعني والاشتراك مجاني أما الأبراج اليومية يومية فهي على الأب كمانتل ما الكتاب صار موجود ديجيتل فيهم يخدوه هلأ بكل بلدين العالم والسنة قبل اي دراس السنة عادا بتأخر فيها بتنصح الجيل الجديد ماجي فرح انه يفوت بعالم الفلك ايه ليش لا اذا كان عندهم ويتخصص بعلم الفلك اذا عندهم الرغبة وعندهم القدرة وبيعارفوا بيحبوا يتعلموا ع طول لانه ما بيخلص العلم فيها بدال واحد يتعلمه واذا عندهم اللغة الحلوة اذا عندهم الحضور يلي بيساعدهم هدا كله بده كله ميكساج اكيد ليش لا بالعكس بينطلب منك تفتح اكاديمي لعلم الفلك انطلبوا مني يتعلموا